أهلا بكم معنا على أثير منتكاله الدولية وحلقة جديدة من برنامج حياة وناس يهلا بكم جميعا المرأة كانت دائما مشاركة في كل المحطات وشكلت شركا فاعلا في المجتمع ولكن في نفس الوقت كانت دائما عنوانا للإضطهاد والتمييز واليوم على هامش المنتدى الدولي لحوال الحوار الأورو متوسطي من نظرة نسائية والذي سيعقد في نسخته الثالثة غدا الأربعاء يأتي موضوع المرأة بقوة خصوصا في ظل ما تمر به المنطقة من تفاعلات وتغيرات كبيرة تأثرت وأثرت بالمرأة معنا في سدوهاتنا لهذا اليوم نساء فاعلات ومشاركات بهذا المؤتمر لنتناقش ونتحدث عن أهم ما سيتم طرحه ومناقشته في هذا المؤتمر وعن أهمية مثل هذا المؤتمر خصوصا في الوقت الحاضر فهل المرأة الأورو متوسطية كانت مشاركة في الحياة العامة بكل مجالاتها وهل المرأة هي المستهدفة والضحية الأولى من قبل الحركات المتطرفة الإرهابية وما هو دورها لتكون في مواجهة التطرف والإرهاب ولتكون من يزرع المحبة والتسامح والسلام بدل الكراهية والتعصب ولماذا هذا الارتباط الكبير ما بين الإرهاب والإسلام ما هو واقع المرأة العربية اليوم في ظل كل التغيرات التي حدثت في المنطقة وللحديث عن هذا الموضوع بسعدنا أن تكون معنا ضيفاتنا لهذا اليوم هنا في استوديوهاتنا اللي إحنا سعيدين جدا أنه حول خمس نساء فاعلات سنرى سيكون المؤتمر ربما سنبدأ اليوم هنا في استوديوهات منتكله أدولية بسعدنا أن تكون معنا إن شاء الله هذا ما نتمنى الدكتورة زينة تيبي رئيسة جمعية الإعلاميات العربية أهلا وسهلا فيك بسعدنا أيضا أن تكون معنا الأستاذة سمية جاكتا ممثلة الإسكس هو المنظمة الإسلامية التربية وعلوم والثقافة في منظمة أليونسكو أهلا وسهلا فيك معنا بسعدنا أيضا أن تكون معنا دكتورة ريتا الخياط طبيبة ومعاجلة نفسية وكاتبة وشاعرة من المغرب أهلا وسهلا فيك دكتورة ريتا بسعدنا أن تكون معنا الأستاذة صفاء الحمايدي استشارية في شؤون الاقتصادية والاجتماعية وفي شؤون الدبلوماسية وسيدة أعمال الأردنية أهلا وسهلا فيك بسعدنا أيضا أن تكون معنا الأستاذة نوها الرشماوي رئيسة جمعية أصدقاء التراث الفلسطيني أهلا وسهلا فيك ضيفاتنا الكرام دعونا بداية نبدأ بك دكتورة زينة وأنت من المنظمات لهذا المؤتمر نتحدث ما الهدف من هذا المؤتمر ولماذا اليوم لماذا في هذا الوقت نعم نحن بدأنا المؤتمر من 2014 الفكرة بالأول هي أنت ضروري نعطي مجال للحوار الحوار الأرون متوسطي ولكن نعطي المجال للمرأة سمعنا كثير وكان فيه كثير مؤتمرات بهذا الموضوع وقليل ما يكون المرأة العربية موجودة تتعطي وجهة نظرها والتي هي مختلفة ربما نتشارك في بعض الأوجه مع الرجال ولكن هناك نظر مختلفة ربما من قبل المرأة طبعا المرأة فعلا نظرتها للحياة ونظرتها للمشاكل اللي عم نعيشها مختلفة عن نظرة الرجل لا ما عم بقول أنا أنه فيه فرق بين الرجل والمرأة هذا مش هون الموضوع الموضوع أنه نحن كنساء كأمهات كأخوات ربما ما تعيش المرأة مختلف لس كذلك من هذه الوجهة أنه ما تعيش المرأة ربما هو مختلف نظرتها لهذه الأمور يا مختلفة أعتقد وأعتقد وأعتقد كمان شيء مهم أنه المرأة نظرتها للمشاكل اللي عم نعيشها ولا للخلافات السياسية بتظل نظرة غير حادي بتحاول دائما أنه تكون يكون في حوار لنوصل لنتيجة لحلول ربما سلمية ونتيجة مختلفة ربما نعم نعم فحبينا من الأول أنه نعطي هالمجال لهالحوار بين المرأة الأوروبية والمرأة المتوسطية من جنوب المتوسط وكان أول فكرة هي الحوار كحوار وقترحنا وقتا على المؤسسة الإيزيسكو سامية لحاكي تتحكي عن الموضوع اقترحنا عليهم يكونوا شركاء بهالمؤتمر وفعلا من 2014 لليوم يعني هيدا ثالث مؤتمر لحن نسوي السنة الماضية يعطينا فكرة الدور المهم للثقافي والتعليم وهالسنة تعرفي للأسف الوضع بيجبرك أنك تكوني مع الحدث واليوم عم نشوف قديش التطرف عم بيأثر على العلاقات بين الشمال والجنوب ومش بس عم بيأثر على العلاقات حتى نظرة نظرة الغرب ربما لما يحدث في عالمنا للمرأة للإسلام للواقع الذي يعيشه ربما بالمواطن هناك مختلف تماما نظرة الغرب للمرأة في العالم العربي أو حتى المرأة المسلمة في أوروبا نظرته خلط ولكن بنفس الوقت علينا نحن كنساء أن نوجه شوي الأفكار أو نبرز شو عنا نحن كوجود إيجابي وليس سلبي نعم إذن نعرف بالمرأة ربما نعرف بالمرأة الأورو متبسطية المرأة العربية والذي تقوم به أيضا ربما هي أيضا الضحية الأولى للإرهاب والإضطهاد وما إلى ذلك وربما أيضا هناك صورة نمطية عن المرأة العربية والمرأة المسلمة أيضا ما بين قوسين ومن أجل ذلك أتوجه للأستاذة سمية جاكتا يعني أنت الممثلة الإيسيسكو ما هي هذه المنظمة الإيسيسكو ولماذا همية مثل هذا المؤتمر بالنسبة لكم أنتم في المنظمة شكرا أولا اسمحي لي أن أعرف بالمنظمة الإسيسامية لتربية والعلوم والثقافة الإيسيسكو هي منظمة أنشئت في 1982 هي منظمة دولية تضم 53 دولة انضمت تركيا أكثر من الدول العربية أكثر من 20 دولة مقرها بالرباط ويرأسها دكتور عبد العزيز عثمان التوجري تعمل الإيسيسكو فيما يدين عدة مساندة دول العضاء لتحقيق التنمية المستدامة والتطور عبر مجالات منها التربوية والثقافية والعلمية والاتصالاتية وربطت الإيسيسكو عدة علاقات تعاون مع منظمات دولية ومنظمات إقليمية ومجتمعات من المجتمع المدني كجمعية الإعليمية العربية وهذه الاتفاقية وهذه الشراكة تجسد اهتمام الإيسيسكو بقضايا المرأة في العالم الإسلامي عامة وأيضا نظرة الغرب للمرأة في دول غير إسلامية يعني خارج منطقة الإسلامية والدول العربية والأعضاء ودور المرأة في تحقيق الأمن والسلام الاجتماعي يعني هذه أمور رح أرجع لك فيها لأن هناك ربما نظرة أن الإسلام هو ضد المرأة وضد تقدم المرأة وضد تطور المرأة في مجالات متعددة وسنعود لك في هذا السؤال لأنه هذا سؤال مطروح ويطرح ما زال يطرح سواء في الغرب وفي الشرق لأسف لأن هناك عدة دول عربية نتحدث في هذا الإطار إذن دكتورة ريتا الخياط أنت مشاركة في هذا المؤتمر ما هي أهمية مثل هذه المؤتمرات في هذا الحوار ما بين نساء الأورو متوسط ما بين أوروبا وما بين نساء في الدول العربية هذا كبداية ثم سندخل في الورقة التي ستقومين بطرحها غدا والحديث عنها أولا لنتعرف بين النساء العرب حيث ما عندناش يعني تصال ما بينتنا ما بين الرباط والجزائر إلى آخره إذن هذا أول هدف تاني للغراض كوننا النساء العربيات مجهولات في المشاكل دينا وفي الأمال دينا في المستقبل في بلدان الغرب عامة يعني ليس هناك معرفة عن المرأة العربية لا هي معرفة عن النساء العربية عايشين في التراب الأوروبي أو الأمريكي وربما هي مختلفة عن النساء الموجودات في البلاد العربية تماما أليس كذلك؟ يعني ربما هناك صورة نمطية نتحدث عن المرأة العربية ولكن لا نعلم عنها أي شيء أحسن حاجة إيجابية يمكن هو المنسمي والفنومان الفيدباك يعني يمكن هاد النساء اللي عايشين في بلدان فيهم ديمقراطية يمكن غير نعكسوا بالفيدباك في البلدان اللي كانوا فيها من قبل اللي كانوا فيها من قبل وأتوجه لك يعني أنت بجانب بعضك بنعمل طاولة مستديرة ونتحدث عنها موضوع ما هي أهمية مثل هذه المؤتمرات بالنسبة للحوار؟ هل هو التعرف على الآخر هو تغيير الصورة النمطية المأخوذة ربما أيضا في العالم العربي عن المرأة الأوروبية أيضا؟ أولا بشكركم لهذا اللقاء ولدعم جمعيتنا النساء العربيات من أجل الإعلام والصحافة لأنه فعلا المرأة العربية من خلال كل المراحل الرجوع والتراجع الاقتصادي والتراجع السياسي الدولي وليس فقط بالبحر المتوسط وليس فقط في البياد العربية والإسلامية في العالم بأسره ودائما أول ضحية هي المرأة في هذه المجتمعات سواء الأوروبية أو المجتمعات العربية وللأسف أعتقد أنه المشكلة مش بس نظرة الغرب للمرأة العربية وإنما أيضا نظرة المرأة العربية لنفسها نظرة المرأة العربية واتخاذ دورها الأساسي لغاية قبل الأزمة الاقتصادية السبعينات لنفرض بس لنرجع للسبعينات مش أكتر أنا عشت في فلسطين لغاية السبعينات كانت المرأة ما أخذ دورها في كل مجال في النضال في الحياة الاقتصادية في الحياة الاجتماعية في الحياة السياسية من غير أي حد يقولها إرجع على البيت ولكن بعدما حصل التراجع السياسي وأخذت الدور الحركة الدينية السياسية أخذت دورها الأولاني ورجعت كل الحركات التقدمية من غير ما أقول يسار أو يمين بس فقط من ناحية أفكار ومن ناحية انفتاح رجعت المرأة للبيت والآن المشكلة أنه المرأة وهناك منداء لعولة المرأة للبيت هنا منداء كبيرة وهناك ضغط أنا شاهدت مثلا من أول يوم لما سارت مشكلة الحجاب في مدينة كخي في الكوليج تبع الطالبات كان بدايتها إسلاميين دينيين كانوا يعملوا من باب لباب ويروحوا من بيت لبيت على أساس يجبروا النساء الشابات خاصة بالمدارس يلبسوا الحجاب مش لناحية دينية وإنما فقط لأنه هذه طريقة لعدهم بالشارع هيك بنشوف أنه في الإسلاميين عندهم سيطرة كذا وقوة كذا وبس للعد لطريقة العد الببليك بالساحة العامة فعشان هيك أنا بفرق جدا بين اللباس كلباس حجاب اللي نقول الناس في رجوع للتدين وفي الناحية السياسية اللي هي صارت كطريقة زي بلتانفوت زي ورقة انتخابات إلا هناك استخدام للدين اليوم في المجال استخدام للدين والمرأة بالدور الأول وفعلا بناحية الضعف وناحية الضعف الاقتصادي وعزلها عن بعض المراكز وحتى الدعايات حتى بفرنسا يعني بعرفش بتتذكروا بالسبعينات داسول اللي هو أكبر شركة طيران عمل صفحة كاملة في الموند يقول للمرأة يرجع إلى البيت وزوقي حالك وحطي بركات الورد بوكي الورد على الطاولة لما يرجع زوجك للبيت حتى المرأة الفرنسوية بتعاني من هذا الاشي إذا نقصر دور المرأة هي كزوجة وكحبيبة وكأم وعشان هيك دور الحوار هذا اللي بشكر رئيستنا الأخت زينة الطيبي لدعوتنا لهذا الحوار ومش فعلا أول مرة لأنه فعلا لازم يكون في حوار بين الشرق والغرب وبين المرأة بالذات لأنه هي أول ضحية لأنه هيك عنها دور نتعرف على بعضنا البعض ونتعرف على تجارب بعضنا البعض وممكن نتعلم هم يتعلموا مننا وأحنا نتعلم منهم أليس كذلك لأنه هنا هنا هي القوة أستاذ صفاء يعني ما سمعنا صوتك أكيد راح نظرنا نتحدث لندخل الآن في تفاصيل الموضوع أنت ستقدمي غدا ورقة ما هي هذه الورقة وعن ماذا تتحدث أنا بعضنا نتحدث عن المرأة الفلسطينية بس أنا حاب أنك أنت تتحدثي عنها بداية اسمحي لي نعمات أشكر راديو منت كهرلو وعن طريق حضرتك بداية أهلا وسهلا بكم والمجموعة اللي بتشتغل معاك في البرامج أنا مش حضرتي أنا نعمات ودكتورة زينا ودكتورة ريتا مدام نوها وأستاذة سامية الرائعات اللي حوالينا ومنورين هالطاولة والجمهور طبعا المستمع الفرصة اللي منحت لي بكل فخر عن طريق دكتورة زينا وصديقة العزيزة نوها أني بكرة أقدم ورقة تتكلم عن المرأة الفلسطينية ما بين الإرهاب والتطرف نعم محور شوي دليكات صعب نعم لأنه هناك ربما إذا كان فيه لغط لأنه هل نعتبر الكفاح ومنهضة الاحتلال هو إرهاب هنا هنا قضية أخرى يتم الحديث عنها كثيرا أيضا أليس كذلك حساس جدا في اختيار ربما بعض الكلمات يعني لازم يكون حذيرين ربما في بعض الأحيان يعني ممكن نقول نحكي عن التطرف أكثر ما إنه نحكي عن الإرهاب كإرهاب يعني نحكي المرأة ما بين الاحتلال والأدوار التي قامت بها الدورة التي قامت به لربما المرأة الفلسطينية أيضا أنا يعني الكلمة اللي رح أقدمها غدا تشمل القهر بأنواعه نعم يعني مش بس قهر الاحتلال لا شك أنه الاحتلال هو قهر جدا قوي على الإنسان بشكل عام وعلى المرأة بشكل خاص لكن القهر بحد ذاته أيا كان سواء من المجتمع سواء كان من العائلة سواء كان من القهر النفسي اللي ممكن تعيشوا المرأة هو قهر لابد من أن يقاوم من جهة المرأة ورح أكلم عن التطرف بجميع أشكاله لأنه التطرف أيضا ليس فقط تطرف ديني ديني نعم فيه تطرف ديني لا شك نحن ربطنا اليوم التطرف فقط بالجانب الديني وبالدين الإسلامي فقط ولكن هناك تطرف وهناك إرهاب ربما في جميع دول بشكل لأنه اليوم الإرهاب اللي عم نعيشه كل المشاكل اللي عم نعيشها في أوروبا هي الشانزاليزي نعم يعني كله للأسف للأسف عم بيعملوا هال أتنتا بيعملوا تفجيرات تفجيرات بالإحذار بإسم الدين الإسلامي هذا المؤسف الآن بدنيا نشعروا يحكوا عن هذا الموضوع بيقولوا لك بس أنه هيدول المتدينين إسلاميين ما بيقولوا لك مسيسين مجرمين طبيعي مجرمين بس بيقولوا لك مجرمين ومسلمين ما بيقولوا مسيسين هيدين نسيوا كلمة مسيسين مش موجودة يعني تقري كل الجرائد بالفرنسي ولا بالألباني ولا غير ما بيفتحوا سير السياسي نعم ولكن هناك خوف كبير اليوم في الغرب من الإسلام اسمحي لي سيدنا هناك خوف كبير حتى في الانتخابات الأخيرة التي ما زلنا فيها هذه الانتخابات العديد من المرشحين لرئاسة الفرنسية تحدثوا كثيرا عن الإرهاب وتحدثوا كثيرا عن الإسلام والمخاوف من الإسلام السياسي هنا نتحدث عن الإسلام السياسي فمعرف شو رأيك سأعود لك صفاء بعد ذلك إذا كان عندك تعقيب وبعد ذلك أعود إلى نعم عندي تعقيب على النقطة هنا بيأتي دور المرأة ولما نحكي عن المرأة في الإعلام لسه دورها أهم وأكبر لذلك أنا بحيي دكتورة زينة ومدام نهى على هاي الجمعية اللي مترأستها دكتورة زينة وبحييهم على دورهم لأن المرأة على عتقها يعني يقع توضيح الصورة الحقيقية فيه فرق شاسع وما أظن أنه إحنا اليوم نطرحه كشيء جديد وكتصريح خارق أنه فيه فرق شاسع ما بين الإسلام كدين أو أي دين كدين وما بين ما يحدث الآن على أرض الواقع وما يتم استعماله ولكن يجب معرفة ذلك هل؟ نعم هنا بيجي دور الإعلام وخاصة المرأة في الإعلام هنا يجي دورها في توضيح وفرم زي اللي رح يكون غدا هذا يعني من الخطوات الأساسية في هذا الطريق التوضيح وإظهار الحقيقة إظهار الحقيقة اليوم أنا بقدر أحكي كامرأة مسلمة عربية من أصول عربية فرنسية الجنسية مواطنة فرنسية أمارس حقوقي وحياتي وبكل طبيعية وبنفس الوقت أنتمي لدين معين أو معتقدات معينة لا تمنعني من المشاركة في أي مجال من المجالات وإذا بدي أعطيك السيفي تبعي رح يكون تقيل على إيديك لأنه لا يمنع أي دين يمنع المرأة من أنها تمارس حياتها هذا دين مرفوض لا يستحيل أن خالق يفرض على مخلوق أن يحدد إمكانيات هو أعطالوية نعم ولكن ما يقال عن الدين الإسلامي اليوم هناك الكثير من المغلطات هل أنت متفقة معي تاسمية؟ هناك مسألة أظنني يجب توضيح وأيضا سؤالي السابق أيضا توضيح فيها هي في خلط يعني عندما نتحدث عن الإرواب نتحدث عن الإسلام فورا نربط فورا مربوط بالإسلام ففي خلط يقع عن قصد أو غير قصد أحيانا خصوصا في هذه المرحلة العصيبة من تاريخ البشرية ويتعلق الأمر بمصطلح الإرهاب الإسلامي الذي له أخذ صيخ متعددة تطرف الإسلامي أو تعصب الإسلامي فهو ربط بلد الإسلام والإرهاب علما أن الإسلام هو دين السماوي مكمل لمسيرة الأديان التي جاءت قبله والذي هو رحمة للعالمين فالإرهاب والتطرف والتعصب غريب عن الإسلام خارج عن الإسلام والإسلام دعا إلى تعليم المرأة والقرآن الكريم يخاطب الرجل والمرأة والإسلام عمل من الرجل والمرأة بشر ناس سواسية ولكن ما يتم الحديث عنه نكون واقعيين بأن الإسلام لا يحترم المرأة الإسلام يميز ضد المرأة الرجال يقومون على النساء ألسى هذا ما يقال؟ يعني يجب أن نتحدث بصورة نعم يجب أن نتحدث واقع المرأة اليوم في العديد من البلاد العربية الإسلامية وضع صعب جدا وهذا ما يؤخذ ربما وهذا ما يؤخذ في الغرب ربما عن المرأة المسلمة هذا يجب أن نتحدث عنه بكل واقعية ضروري كمان نعمل فرق نشوف الفرق بين الدين الإسلامي والعادات والتقاليد نعم ونتحدث عنها كأنها إسلام العادات والتقاليد عم تطغي على الدين الإسلامي بالبدان العربي للأسف واليوم أصبح الدين الإسلامي يعني عم بيطبع الدين عم بيطبع التقاليد مش التقاليد اللي بتحاولي أنك تتخلص تقاليد جديدة مش تقاليد قديمة أيوة أي أولا تقاليد جديدة وتانيا أنه هني هي اللي عم تطغي على المعتقدات الدينية نعم بس في عندك الدول وفي عندك إرادة إذا في إرادة سياسية في أي بلد اللي كان وأنا اليوم حبي أخذ مثل معين هو مثل المغرب نعم في إرادة سياسية داعمة للمرأة داعمة للمرأة إرادة من ملك المغرب محمد السادس اللي من أول يعني من أول طريق ساعد المرأة أن تبرز في المجتمع المغربي لا أكيد في بعض شيء عمل كبير كبير نعم بس الإرادة موجودة بعدها أعطى حقوق كبيرة جداً في تغيير المداونة الأحوال المدنية نعمة للمسل الاستقلال الاقتصادي كمان للمرأة هاي المشكلة بردو بس النحية التي تأرجع للإسلام النحية المهمة بها التطور هيدا بالمداونة أنه كان فيه اجتهاد يعني طلب طلب ملك المغرب طلب أنه دراسي للنصوص الدينية نعم اللي هي بتحد ربما في بعض الأحيان سواء بالنسبة للأرض بالنسبة للتعدد نعم في العديد أساساً من قبل للرجل وبنظرها رجلية بحتها وبدون أخذ عين لنكن واقعين ولكن هناك نصوص مكتوبة في القرآن تسمحي لي ما كان فيه فؤال حتى بأكبر مجالسنا الدينية نعم ما فيه تواجد للمرأة بأعلى مناصب أو بمناصب الاجتهاد فإذا أردت أن تطاع فاطلب المستطاع وإذا أردت أن تكون الأمور متكاملة متوازنة في المجتمع لابد من نظرة رجل والمرأة على حد سواء في جميع الأصعضة وخاصة في الأمور الفقهية الدينية نحن متفقين ولكن هذا لا يحدث على أرض الواقع نحن نتحدث عن ما يحدث على أرض الواقع وهذا ما تقومون به من أجل هذا الموضوع أن يكون هناك مسوام بين الرجل والمرأة ربما في الحديث والحوار لنكون وقعيين في البداية في الحديث والحوار وبعد ذلك نتحدث عن الحقوق والواجبات كخطوة مبدئية نعم والقوانين وتعديل القوانين هناك العديد لدينا العديد العديد من الحلقات سنتحدث بها لأن واقع المرأة باعتقاد صعب جدا أعود لك دكتورة ريتا الخياط التي لم تشاركين وتحدثنا عن المغرب وهو بلدك يعني وأنتم في تطور ربما على بلاد عربية أخرى لأن الإرادة السياسية داعمة للمرأة في المغرب وهناك تطورات كبيرة هل برأيك هذا كان فقط من إرادة سياسية ولا أيضا منظمات المجتمع المدني عملت كثيرا ربما من أجل الضغط على الإرادة السياسية لتحصل على ما حصلت عليه اليوم هي حركة شملية يعني ما بين المجتمع وإرادة الملك وعندنا في تاريخ أول مرة زوجة الملك بين يعني عرفناها وشفناها حتى من قبل نعم كانوا نساء الملوك مخفيات إذن هذا 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 تقدم كبير تقدم كبير نعم وفيه ناس رجال والنساء اللي عندهم الإرادة بش المجتمع المغربي ككل يتطور ويتطور العسرانة هذا يعني هذه يمكن نقوله اليوم بلين المدوانة المغربية هي أحسن مدوانة للأحوال الشخصية في العالم العربي نعم ربما كانت تونس مع تونسيات نعم تونس كانت سابقة من الـ 56 الحبيب بورغيبة منحهم حقوق كبيرة جدا ولكن المغرب اليوم أصبح موازي لتونس المشكلة هو تطبيق هدى القوانين نعم حد فيه رجال ضد هدى دائما دائما لا نتخلص من يعني العقليات العقلية الرجولية نعم ما زالت موجودة موجودة إذن يجب نضال أكثر وأكثر أكثر وأكثر أكثر وأكثر لتطبيقه العقلية النسائية هي اللي برضو هناك نساء خاضعة خاضعة وهي عم تترك المجال لو ما في نساء مثل اللي نفرض ناخد المثل عندنا فدوال برغوثي نعم فدوال برغوثي زوجها أول مرة تعرفتها فدوال برغوثي كانت بنتطلعة من الريف من قريتها بتقول أنا زوجة مروان برغوثي قلت لها الآن بقولوا أنت زوجة مروان برغوثي بكرة حيقولوا مروان برغوثي زوج فدوال برغوثي والآن فعلا فدوال برغوثي لأنها أخذت مصيرها بيدها صارت امرأة على مستوى دولي ومعترف فيها وما في حد بقدر يقول أنه فدوال برغوثي بتستلنى حد يقولها إيش تعمل المرأة في كل مكان إذا أخذت مصيرها بيدها بتقدر تحرر والآن النساء بالمجتمع العربي بأكمله للأسف فعلا بالمغرب فيه تطورات تيجي من فوق ولكن إذا ما إجا من تحت ولكن هل هذا لوحده كافي برأيك هل هذا لوحده يحبك فيش إشي لوحده كافي طبعا أشياء مكملة لبعض ولكن المرأة إذا أخذ لنفرد شوفوا مصر مصر بالزمنات كانت فيها حياة روزال يوسف وكل النساء اللي معروفات لغاية الآن وما فيش حتى مثل هم لغاية الآن تراجع فيه لأنه الوضع الاقتصادي تدهور المرأة تراجعت لأنه صارت هي بس تقعد بالبيت على أساس تدير بالها على الأطفال وتخلي البيت شغال وماشي فعشان هيك تركت الساحة العامة لا أنك تحدثت اليوم عن واقع المرأة ربما في السبعينيات وثمانيات اللي كان ربما هو أفضل من الوقت الحاضر وهناك ثورات حدثت في العالم العربي يعني منذ سنوات وهناك تغيرات كبيرة وشاركت فيها المرأة وبقوة ربما كانت هي في الصفوف الأولى لكل هذه التغيرات ودفعت ثمن غالي في بعض الأحيان صحيح فأين هي المرأة اليوم هل نحن في تطور اليوم عما كنا فيه في السابق في العالم العربي أستاذ زينة لا ما بتطور أبدا للأسف للأسف يعني مثل ما قلنا عم نرشع لورا بس المرأة المرأة هي بحد ذاتها شعورة أنه لازم أتطور لازم تطور لازم أطلع من هال مأزق هنقول ورق أجيال جديدة يعني بنشوفهم عما هم بيطالبوا بالتغير وبيشتغلوا فعلا بيشتغلوا على هالموضوع نعم وبرجأ على هالفكرة أنه إذا ما فيه إرادة سياسية دائمة دائمة ما ممكن أن المرأة أو حتى يعني تناخد لبنان نعم لبنان النشاط النسائي موجود عم بيحاولوا يكونوا موجودين في الانتخابات البرلمانية البرلمانية وأكثر لا أكثر البلدية البلديات عم بيحاولوا كتير وعم بيروحوا بيسألوا بيطلبوا من المسؤولين السياسيين أنه يفتحوا لهم المجال للأسف إن حطوا نساء على لائحة الانتخابات بيحطوها آخر شيء نحنا نحنا حطينا نساء شوفوا نحنا كويسين حطينا نساء بس هيدولي معنات ممكن ما ممكن بفرنسا 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 لو ما فيه لو ما فيش إنه واحد لازم راجل المرأة ولغاية الان في مشاكل لغاية الان في مشاكل مثل الوقت اللي منحكي عن العنف العنف موجود كمان في فرنسا للأسف بس نحنا هلأ همنا اليوم إنه المرأة العربية تتطور المرأة العربية تبرز بس ما عم تقدر تبرز لأنهم المسؤولين عنا ما عم بيعطوها مجال لا تستطيع المرأة أن تتطور حتى لو ما عملت إلا يكون هناك رأس السياسية داعمة أليس كذلك يعني هناك مطالبات كثيرة المرأة العربية ما زالت لا تستطيع منح أبنائها دستير العربية كلها المغرب ساوى فيهم المغرب مختلف لأنه إرادة سياسية هي التي غير الموضوع الإرادة السياسية ما بتيجي لحالها الإرادة السياسية بتيجي من المجتمع المدني ومن المؤسسات المدنية حسب الوضع نوها حسب الوضع الشوفي في لبنان الإرادة ما عم بيحاولوا أولون سنين و سنين الناشطات منذ سنوات ما شغلونا شغلونا بالإرهاب حكينا قبل شوي عن الإرهاب شغلونا بالمشاكل الداخلية وبالتقسيم الديني والتقسيم الاجتماعي وكذا ولغاية الآن كل هذا إجانا من وين؟ المرأة لم تعود من أولويات ربما من الأولويات التي يجب عليها كل مستنع طيب شو رأيكم سيداتي تريحكم شوي نستمع له أغنية بسيطة ونعود تكملة حديثنا ونعود للإرهام أغنية عن المرأة سهنا